أرحب بحضراتكم من جديد مشاهدين إلى هذه الفترة من التغطية الإخبارية والتي نتناول خلالها إنجازات ثورة الثلاثين من يونيو البلد كانت محتاجة وقتها كتير لأنها كانت بتعيش فترة قصفية جداً أتصور من أقصر فترات اللي مرت على مصر هيتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون قابلتوا تحدي في 2013 لضيع الدولة المصرية السؤال أنا ضيعتكم الحلم المستقبل واعد لوطننا كان عندكم مشاكل في الطاقة وفي الوقود خلصت؟ ولا لسه موجودة؟ ولا الكهرباء لسه بتتقتل؟ كان عندكم مشاكل مع الإرهابيين؟ أتلونا وأتلوا أبنائنا؟ سبناه وضيعناكم؟ ولا أبنائكم ضحوا من أجلها؟ هو ده الحال نصلحه ولا نسيه؟ نصلحه إصلاح وبناء وتنمية وتعمير وهنفضل كده على طول وزي ما قلت كده رهاني على الناس والحمد لله رب العالمين خلال السنين اللي فاتت كلها كان الرهان دايما حبك يا سبان ده فيها 100 مليون طب أنا بشكر المصريين الدنيا كلها بتقول يعني مصر بسم الله ما شاء الله إزاي في كل الظروف دي كورونا واللي بيحصل ومصر ما زالت لفضل الله بخير لفضل الله كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحطار في اللعنة بنعمل نجحت مصر في النهوضة بمحافظات الصعيد بكافة المجالات وجهت الدولة استثمارات ضخمة لتنمية الصعيد من خلال التركيز على معالجة الفجوات التنموية وإنشاء مشروعات عملاقة توفر فرص عمل للشباب دعونا نتابع المزيد في هذا العرض والزميل ياسر عبدالسطر أهلا بحضراتكم بعد سنوات من نظرة الخدمات في صعيد مصر الغني بالموارد حرصت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن يكون الاهتمام بالصعيد على رأس أولوياتها وأجندتها الوطنية حيث ظهر ذلك جاليا من خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد المختلفة حرصا على أن يحظى المواطن بحياة كريمة نقطة الانطلاق جاءت عقب توقيع الرئيس السيسي على القانون الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد والتي تهدف الوضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد في إطار رؤية مصر 2030 على أن تكون الأولوية للمشروعات التي تحقق عائدا تنمويا ونسبا مرتفعة من التشغيل إلى جانب جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية محافظات الصعيد في عهد الرئيس السيسي حظيت بالفعل باستثمارات حكومية قدرها واحد وثمانية من عشر تريليون جنيه من إجمالي سبعة تريليونات جنيه من الاستثمارات التي تم تنفيذها أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية على مدار الثماني سنوات السابقة مما يعني أن ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد مما أدى لخلق الآلاف من فرص العمل للشباب ومع إطلاق الرئيس السيسي المشروع القومي لتنمية الصعيد تنوعت المشروعات التنموية على عدة محاور منها تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية إذ أنشأت الدولة وطورت ستة ألاف وستمائة كيلو مترا من الطرق بينهم ألفان وستمائة كيلو متر طرقا جديدة كما تم تطوير منظومات السكك الحديدية ومحطة قطارات سكك حديد صعيد مصر وفيما يخص قطاع الكهرباء فارتفى حجم الطاقة الموفرة لمحافظات الصعيد إلى 12 ألف واربعمائة ميجاوات من 3400 ميجاوات فقط قبل عام 2014 وبدغت تكلفتها نحو 100 مليار جنيها جاء ذلك في الوقت الذي حظي فيه الصعيد بواحد من أكبر وأهم مشاريع توليد الطاقة المتجددة وهو مشروع بنبان للطاقة الشمسية أما مجال قطاع البترول والغاز الطبعي فقد تم توصيل الغاز إلى مليون ومائة ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى مشروعات بالمليارات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعن قطاع المياه والصرف الصحي فنفذت الدولة 121 مشروعا لمياه الشرب ليغطي 97.8% من محافظات الصعيد وفيما يخص قطاع الاتصالات فتم إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية التكنولوجية بصعيد مصر لرقمنة الخدمات الحكومية ومن أهم المشروعات في هذا المجال هو الفايبر والذي دخل الصعيد لأول مرة ضمن مبادرة حياة كريمة تطوير البنية التحتية لم يكن المحور الوحيد الذي اهتمت به الدولة المصرية في خطة تنمية الصعيد ففي قطاع الصحة تم إنشاء وتطوير المستشفيات من خلال 63 مشروعا إلى جانب تقديم نحو 1457 قافلة طبية قدمت خدماتها لنحو 1.900.000 مواطن وعلى مستوى التضامن الاجتماعي فيستفيد أكثر من مليوني مواطن بتلك المحافظات من برنامج تكافل وكرامة ما أدى لتراجع نسب الفقر في الصعيد بنحو 5 درجات وفي مجال التعليم قبل الجامعي تم إنشاء 2320 مدرسة جديدة و2019 مدرسة تعليم فني إلى جانب محو 100.500.000 مواطن وفي قطاع التعليم العالي أنشأت الدولة في الصعيد جامعتين حكوميتين وخمس جامعات خاصة وأهلية ومئة وخمس كليات ومعاهد جديدة فضلا عن تطوير قصور الثقافة على مستوى محافظات الصعيد وتطوير ملاكز الشباب والنواد الرياضية والملاعب كما اهتمت الدولة المصرية أيضا بالتنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبعية بالمنطقة وبناء تنمية اقتصادية حقيقية تعد حياة كريمة هي المشروع الأطخم الذي يغير حياة الريف المصري والذي كان الصعيد هو المستفيد الأكبر منه إذ تم إدراج كافة محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بنسبة 65% من المراكز و 63% من القرى ليصل عدد المستفيدين إلى 10 ملايين و 300 ألف مواطن كذلك وفرت المشروعات المقامة من خلال المبادرة أكثر من 600 ألف فرصة للشباب في محافظات الصعيد مشاهدين كان هذا عرضا موجزا حول أبرز تحركات الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية لتنمية الصعيد للمضي بخطوات ثابتة نحو الجمهورية الجديدة شكرا على طيب المتالع وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي دكتور محمد صباح الخير ودعنا نتحدث عن النجاح الذي حققته مصر في النهوض بمحافظات الصعيد وضخ استثمارات كثيرة بها ربما تكون سببا في توفير فرص عمل لشباب كثيرة كما تبعنا في العرض السابق مع الزميل ياسر عبدالستار في البداية براحب بحثتكم أستاذ المشاهدين بالفعل احنا النهاردة بتشوف الواقع واقع الاقتصادي بالكامل بيتغير في خلال 8 سنوات أو 9 سنوات الماضية بتشوف فيه طفرة علموية طالت كافة محافظات الصعيد وبنقول طالت كافة القطاعات وليس القطاع بعينه النهاردة الدولة ستهديف الصعيد في كافة قطاعاته الاقتصادية بداية من شرايين التنمية من تمهيب طرق من محاور عرضية عن نيل النهاردة بقى فيه استهداف بين محور الآخر لا تجاوز 25 كم النهاردة تم ربط تنموه ما بين شرق وغرب النيل المجتمعات هذه المحاور تم على جانبيها أو تم رئيسة كباري هي محاور تنموية تم من خلالها على دفافها بناء المجتمعات العمرانية والمجتمعات الصناعية اللي أصبحت الصعيد النهاردة قبل الاستثمارات بعد ما كانت طاردة للعمالة النهاردة بقت فرص العمالة بتزداد يوم بعد يوم في الصعيد نتيجة الفرص التنموية والمرفعات التنموية اللي بتتمي في الصعيد الدولة استهدفتها في كافة قطاعاتها استهدفتها في السكة الحديدية وارفع بمستواها استهدفتها زي ما قول استهدفنا في الحجر استهدفنا في البشر من خلال رفع الخدمات المؤدية للمواطن يمكن للصعيد كان ليه نصيب النصيب الأكبر في مشروع حياة كريمة المشروع القاومي اللي بياخده ما يزيد عن ستين في المية من ساعب مصر النهاردة بنشوف كرة نموزاجية كانت في الصابق يعني صعب جدا لنعيشة فيها فالنهاردة اللي بيحصل هو مصالحة وإزالة أثر سلبي للعقوب من الزمن كانت سعيد فيها تهمل بسبب أول آخر النهاردة بقى فيه إرارة سياسية لتغيير هذا الواقع عشان كده النهاردة بنشوف الصعيد بقى بقرة الاهتمام كانت العام قبل الماضي شوفنا أسبوع كامل اللي افتتحات الصعيد النهاردة بنستكمل يوم بعد يوم الفرص التنموية النهاردة بقى الصعيد فيه صناعات بترولية بقى فيه صناعات الطاقة جدا ومتجددة بقى بقرته في الصعيد النهاردة من خلال مشروعات الطاقة الجديدة للمشروعات الرياح مزارع بينبان الطاقة الشمسية في المستقبل بإذن الله الاستقبل القريب يعني وليس البعيد النهاردة المشاريع الطاقة الخضراء الهدفات أخضر أما كانوا أغلبوا في الصعيد فكل هذه الأمور طبعا كانت صعبة أدوسها بدون الأولويات لأوليتها الدولة لمنطقة الصعيد بالكامل اللي هي خلق الفرص التنموية والتنموية بشكل استدامة النهاردة لما يتمي من المشروعات بيراعى فيه حق الأجيال الحالية وحق الأجيال القادمة عشان كده بنقول اللي بيتم هو التنمية مستدامة ونمو احتوائي صال كافة قطاعات التنمية الصعيد نعم يعني من وجهة نظر اقتصادية كيف سيسهم تنمية الصعيد وضخ استثمارات إلى مناطق الصعيد في إعلاء قيمة الاقتصاد المصري وضخ المزيد من قنوات الاستثمار في الاقتصاد المصري الصعيد غني بصروات طبيعية ويمكن كان لم تفسح عن مداخلها أو يعني عن مقاوماتها الاقتصادية إلى الآن النهاردة كانت الفترة الماضية طبعا لزروف يعني نقص تحتية النقص في الرابط ما بين شارك وقرب النيل التضاريخ 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 كان ده كله يعني بيصع صعب القدوم المستثمر إلى الصعيد النهاردة الدولة اشتغلت على هذا الملف تحديدا بداية من البنية التحتية وتأهلها وتمهدها وتأهلها إنها تكون قادرة على جذب الاستثمارات وتوصيل الصناعات فيها إذن حضرتك شايف إن الدولة صارت في المسار الصحيح في طريقتها في تنمية الصعيد هي دايما حضرتك دايما بداية التنمية في الأساس هي الطريق فالدولة اتدت بالطريق في الأساس وابتدت من خلال الطريق واحدة وواحدة خطوة بخطوة بتادينا نعمل مجتمعات عمانية مجتمعات صناعية مجتمعات بتادينا ابتدت فيه تخصيص أو دراسة لإمكانيات كل محافظة في محافظات الصعيد بتتميز بميزة نسدية يعني بداية من محافظات الأقصى الشمال البنسويف الفيوم اللي بتتميز مثلا بالصناعات العطرية أو الصناعات النسجية اتهجفتها المينيا بتتميز بصناعة العسل أو صناعة الانتاج لأصب السكر تم استهداف صناعات اللي هي التصنيع الزراعي المتخصصة في العسل أو السكر والبنجر والنفس الكلام ده كله كل ما بنقرب كل ما بتزداد الدخول في الصعيد دي مزايا جديدة النهاردة الثروات التعدينية واللي كانت دعيدة كل البعد عن الاستثمار إلا قشور بس اللي بتتميز استثمارها كانت وعورة الطرق التضاريس اللي موجودة في الصعيد كانت بصعب هذه العمليات استهدفتها الدولة بشارين التنمية اللي وصلت إليها وصلت إلى أضأف يعني أصعب الأماكن وعورة في التضاريس ووفرت لها مصادر الطاقة اللي كانت بنشوفها وكلنا كنا لمسين إن هي غير كافية للإستهلاك المنزلي وليس الإستهلاك الصناعي النهاردة تم توطيق مصادر الطاقة وبشكل كبير وبشكل آمن ومستمر النهاردة البنية التحتية لسواء مياه شربة أو مياه صرق صحي كل هذه الأمور تم استهدافها فعلى شكرا يقول لها تمهيد البنية التحتية وتأهلها لاستخدام الصناعات الجديدة فعلى شكرا النهاردة بنشوف الصعيد بقى قبلة لاستخدام رؤوس الأموال الأجنبية فيه فرص التوطين للصناعات الجديدة على الصعيد بالكامل سواء تعدينية النهاردة إن كنتم شوفنا وزارة البترول هي بتفتهدف مشروع البنزين في منطقة أسيوت اللي يكون هو المركز لضخ البنزين أو المنتجات النفصية لمنطقة الصعيد بالكامل ده بيوفر المليارات على خزينة الدولة ويسهل عملية النقل وفيه شبه مركزية لإقليم الصعيد بعيدا عن ما قبل كان بيتم المنضوع من ينتقل المواد البترولية من القاهرة أو من مطقة السويس أو اسكندرية إلى أن ينصل الصعيد فالنهاردة بنشوف اهتمام كبير جدا بالصعيد الصعيد زي ما قلت حضرتك في الأساس غني بمقاوماته اللي هي تجعاله بقرة الاستثمارات وجهت باستثمارات جديدة للداخل المصري لا ما كانش هيحدث بدون الأولويات اللي نحن بقول عليها النهاردة أننا أمهد للمستثمر ووفره الفرص الدولة شتغلت بصفة عامة في الإقصاء كإصلاح إصلاح إصلاح تشريعي كان ينقص الصعيد التمهيد لداخل الصعيد التمهيد في البنية التحتية وهو ما قامت به الدولة بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصاد لقد ضوعدونا بتلاتين ستة ونحن نعدهم بأنهم سنسحقون في هذا يوم لحرش الرئيس محمد برسل المياه حرش بالله إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم هذا نهر أو تغد بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري تعطيل العمل بالدستور بشكل أخرى نجحت الدولة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الاقتصاد تضاعف حجم الاقتصاد المصري ثلاث مرات في أقل من ثماني سنوات اشتركوا في القناة 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 وإلى ملف آخر وهو ما يتعلق بالسياسة الخارجية وتحديدا أفريقيا فهناك محطات عديدة خاضتها مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على حقوق دول القرى ومكتسباتها وهو الأمر الذي انعكس من خلال حجم الزيارات المتبادلة واللقاءات رفعة المستوى بين مصر والدول الأفريقية على المستوى الرئاسي والمستوى الوزاري وكبار المسؤولين المزيد عن العلاقات المصرية الأفريقية في سياق هذا التقرير زخم كبير تشهده العلاقات المصرية الأفريقية على مدار السنوات الماضية يعززه إرادة سياسية على أعلى المستويات بهدف الارتقاء بالعلاقات مع دول القرى في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والاستثمارية الرئيس السيسي قاد هذه المسيرة فزار الكثير من الدول الأفريقية التي لم يزرها أي رئيس مصر سابق والرؤساء الأفريقية يتوفتون يوما بعد يوم على القاهرة وأيضا الرئيس السيسي عندما اختير رئيسا للاتحاد الأفريقي شارك في اجتماعات قمة دول السبع وقمة دول العشرين وغير ذلك من المحافلة الدولية وكان هو المتحدث باسم أفريقيا في هذه المؤتمرات الهمة محطات عديدة خاضتها مصر تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على حقوق دول القارة ومكتسباتها وهو الأمر الذي نعكس من خلال حجم الزيارات المتبادلة واللقاءات رفيعة المستوى بين مصر والدول الأفريقية على المستوى الرئاسي والمستوى الوزري وكبار المسؤولين سيسي منذ أن تولى الدولة ومقاليد الحكم هو اهتم بأفريقيا اهتمام كبير جدا وبدأ يخطو خطوات وساعة تجاه القارة الأفريقية وهذا يتضح من كسافة الزيارات الرئاسية والوزرية والأفريقية لمصر والعكس صحيح يعني المصريين والرئيس السيسي والزياراتهم من متعددة الأفريقية وبدأ يبقى فيه حجم من النشاط والتعاون في مختلف المجالات مصر قامت بكثير من الدعم للدول الأفريقية في مختلف الأوقات ومختلف المجالات على مستوى الصحة يعني مثلا شفنا أزمة كورونا مصر ساعدت عديد من الدول الأفريقية باللقاحات والكشف الطبي ومشروعات أخرى كثيرة صحية وفيه قوافل طبية أنا شفت ورفقت بعض القوافل الطبية اللي قامت بها الدولة المصرية في كثير من البلدان كان التنصيق والتشاور المتواصل عنوانا بين القاهرة ودول القارة الأفريقية لتحقيق التكامل والوحدة ومواجهة الصراعات التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم وتأثيراتها على مسيرة التنمية في الدول الأفريقية مصر احتضنت قضايا التنمية في أفريقيا وأود أن أشير إلى أن رئيس السيسير في عهده كرئيس للتحاد الأفريقي دشنت اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة في أفريقيا التي ستؤدي في تفرة في الصدرات الأفريقية إلى الدول الأفريقية الأخرى أو حتى الوردات من الدول الأفريقية إلى بعض الدول الأفريقية ومنها مصر هذه الاتفاقية ستؤدي لتعزيز تبادل السلع والخدمات دون أي رسوم جمهوركية ستؤدي لزيادة الأعمال في الدول الأفريقية وإنشاء خطوط ملاحية جديدة نأمل أن تقضها مصر أعتقد أن مصر بهذه الإنجازات التي تمت من محاور وطرق ومواني وأصبحت منطقة ترانزيل أعتقد أنها هي المنفذ مع أفريقيا وستستفيد أفريقيا بشكل كبير جدا منها وعلينا أن نستفيد ونعظم استفادتنا من أفريقيا يعني الخطوات التي عملها سيد الرئيس منتدى أسوان نفسه لحيث تحرك أنه المنتدى التي تعمل في أسوان اختار أسوان له دلالات مهمة أنه هو اختار أسوان الوجه الأفريقي لمصر تحركات مصر في القارة الأفريقية استندت إلى خطوات استراتيجية مدروسة لتنفيذ المشروعات التنموية اتصاقا مع القطة التنموية للدولة الأفريقية بجانب تكثيف الجهود لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة معدلات التبادل التجاري مع الأشقاء الأفريقية وينضم إلينا عبر الهاتف السفير صلاح حليما نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية معالي السفير برحب بحضرتك وهناك إرادة سياسية عززت زخم كبير شهدته العلاقات المصرية الأفريقية على مدار سنوات كيف ترى ذلك؟ علاقات المصرية الأفريقية على مدار سنوات قليلة الماضية شهدت نقلات نوعية عديدة في كافة المناشفات التي تحضر باهتمام وأولوية من جانب مصر في إطار العلقات المصرية الأفريقية وكان هذا التحرك على المستوى الصنائي وعلى المستوى المتعدد في إطار شراكة صنائية أو في إطار شراكة متعددة وأقصد بالشراكة المتعددة على مستوى الاتحاد الأفريقي على مستوى منطقة التجارة أمحورة الأفريقية وعلى مستوى الكوميسة هذا فيما يتعلق بالقطاع الاخصادي والتجاري والاستثمالي أما فيما يتعلق بالجانب الأمني والعسكري فكان هناك نشاط واضح وعجابي وغناء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر ودعم الدزين واللاجئين والإجراء غير الشرعية وأعتقد في هذا الملف في مصر كان لها دور كبير وزخم واضح في منطقة الساحل ومنطقة القرن الأفريق ثم أيضا كان هناك دخم أيضا في تحرف مصر بصدد القضايا الساخنة السياسية الساخنة ونرى في هذا الصدد سواء كان الأزمة الليبية أو أزمة الصومال أو الأزمة في السودان جنوب السودان الكنغو وأيضا في بعض الدول في منطقة الساحل أيضا أما فيما يتعلق بالجانب الابتماعي وأخصى بذلك يتعلق بالصحة والتعليم وبناء القدرات وتمكين المرأة والشباب لا شك أن هناك إنجازات كبيرة تقال في هذا الصدد خاصة فيما يتعلق بوجه التدعيات جائحة كورونا وفيما يتعلق بتوزيع اللقاحات واستحداث نظم صحية وبناء قدرات وجلب تمويل اللازم لتوزيع اللقاحات وبشكل عاجل ومتوازن أيضا فيما يتعلق ببعض التدعيات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا تدعيات المناخ ودور مصر خاصة فيما يتعلق بتدعيات المناخ في كوب 29 الذي عقد في القاهرة كان هناك دور مصري وأضح في إنجاز إنشاء صندوق التعويضات وهو أمر كان في محل تقدير كبير لأن على الدول الغنية أنتفي بما عليها من الاتزامات وإنشاء هذا الصندوق جاء إنجازا كبيرا بجانب ما يتعين على الدول الغربية والغنية بتوفير ما يقرب حوالي 100 مليار دولار سنويا لمواجهة تغيرات المناخ وأيضا لدعم عملية 100 مليار دولار أخرى لدعم عملية التنمية المستدامة كما فيما يتعلق بالجانب الخاص بالشباب والتمكين المرأة وبناء القدرات لا شك أن هناك إنجازات كبيرة جدا ربما في الموضوع الصحة نتذكر أيضا بوزرات المصرية خاصة مليون نعم وأيضا فيروس سي وكل هذه الأمور أعتقد يعني تمثل إنجازات كبيرة لكن فيما يتعلق بالجانب الاخصادي وهذا ما أود أن أركز عليه دور مصر في إنشاء منطقة التجارة منحورة القرنية الأفريقية والتي يعني اقترنا بها دور مصر فيما يتعلق بالبنية التحصية وما تم ضحف من استثمارات نواب النسبة للطرق البرية والدهرية والبحرية والربط الكهربائي وأيضا المشروعات الكبرى على مستوى القرنة الأفريقية خط الخائرة كتاون الربط بين بحير البكتوريا والبحر المتوسط والإسلام باستثمارات ليست فقط مصرية وإنما أيضا أفريقية أفريقية وأيضا من العالم الخارجي ومن جانب أيضا في خطاع الخاص وأيضا في توجهها إلى خطاعات الانتاجية والاجتماع بالجانب الصناعي والإنتاج التعديني والزراعي أيضا في مواجهة تحديات الناشئة عن أزمة أوروغرانية بصفة خاصة لما يتعلق بأزمة الغذاء وأزمة المياه وأزمة الطاقة نعم نرى هذه التحركات معالي السفير يعني تأتي أو استندت إلى خطوات استراتيجية مدروسة لم تكن تحركات عشوائية ولم تكن تحركات وليدة مواقف وإنما تحركات وفق خطة وتحركات حكيمة إذا ما جاز التعبير هذا صحيح يعني حجيسي عن دور مصر على المستوى في الإطار السماء وفي الإطار المتعدد وبالنسبة أيضا لمنطقة تجارة الحرارة القرية ومنطقة الكوسة تجد أنها تجد أنها من خلال رؤية تتماثل على كل منطقة يعني على سبيل المثال فيما يتعلق منطقة تجارة الحرارة القرية الأفريقية كان هناك حديث أولا عن ضرورة تبايد النشاط التجاري والاستثماري الأفريقي وتوجيه إلى البنية التحتية والقطاعات الانتاجية يعني عكس على النشاط التجاري القرية على مستوى الكوميسة نجد نفس النموذج ونفس الرؤية وهي دعم البنية التحتية في كافة روافدها العديدة بما فيها الطاقة الجديدة والمتجددة ونفس المستوى فيما يتعلق القرية الأفريقية وأيضا فيما يتعلق بتوجيه استثمارات لزير البنية التحتية وأيضا في قطاعات الانتاجية المختلفة وترح مبادرة من جانب نصى مستوى الكوميسة في التكامل الصناعي وهذا أمر نجده أيضا فيما يتعلق على مستوى القرية الأفريقية ما أود أن أشير إليه أن هناك رؤية مصرية في التعامل مع كافة الملفات الخاصة بالقرية الأفريقية في إطار التنمية المستدامة وفي إطار باللامج التحاد الأفريقية 2063 والذي يستهدف لتحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الطري ومن هنا نجد أن هذه الرؤية تطبقة على مستوى القرية الأفريقية وعلى مستوى الكوميسة في الملفات الخاصة بالأمن والسياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار وأيضا في المجال الاجتماعي نعم بشكرك شكرا جزيلا السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية وبهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الفترة من التغطية الإخبارية المستمرة معكم دائما على شاشة أكسترانيوز لتغطية كافة الملفات ومناقشة كل ما هو جديد صاحبتكم فيها كنت معكم أنا داريب مصطفى حتى ألتقيكم على رأس الساعة من جديد في نشرة إخبارية مفصلة أترككم في أمان الله اشتركوا في القناة